الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن تعرفنا في اللقاء السابق على خطر الشرك حري بنا في هذا اللقاء أن نتعرف على الوسائل المفضية إلى الشرك فنقول إن الوسائل المفضية إلى الشرك متنوعة فمنها ما يكون بالأقوال ومنها ما يكون بالأفعال فمن ذلك النهي عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه كقولهم ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال بدلا من ذلك ما شاء الله ثم شئت لأن الواو تقتضي التسوية وتوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب والصواب أن يقول العبد ما شاء الله ثم شئت لأن ثم تقتضي الترتيب وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر ومثلها أيضا قول بعضهم توكلت على الله وعليك الأمر الثاني أنهي عن الغلو في تعظيم القبور ويكون ذلك بالبناء عليها وإسراجها وتجسيصها والكتابة عليها فكل هذه أمور منهي عنها لما تفضي إليه من تعظيم الأموات ومن ثم إلى عبادتهم الأمر الثالث أنهي عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها لأن ذلك وسيلة لعبادتها حتى وإن كان القاصد لذلك إنما قصد عبادة الله سبحانه وتعالى لأن هذه وسيلة إلى الشرك وإلى دعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد وهذا كله باطل الأمر الرابع أنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالكفار فهذا وقت صلاتهم ولكن للمسلم أن يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وبعد غروبها وقيد الرمح يعني بارتفاع الشمس فيما يقرب من المتر في العين وتقدر بالنسبة للساعات باثنة عشرة دقيقة إلى ربع ساعة على وجه التقريب وليعلم أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات متوجه إلى النوافل المطلقة أو الصلاة التي لا سبب لها أما ما كان له سبب كتحية المسجد أو صلاة فائتة أو ركعتي الطواف أو صلاة الاستخارة فجائزة ولا تدخل في هذا النهي الأمر الخامس أن نهي عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله تعالى فيه بالعبادة إلا المساجد الثلاثة على وجه الحصر وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فهذه يجوز السفر إليها بقصد العبادة لورود النص فيها وليس لأي مكان شرف على غيره إلا بدليل الشرع وأما السفر أو الزيارة إلى غير المساجد الثلاثة من البقاع وغيرها بقصد السياحة أو الاستطلاع أو جمع المعلومات التاريخية أو الثقافية لا على وجه العبادة والتقرب إلى الله فجائز ولا يدخل في النهي المذكور شريطة أن لا يكون المكان مكانا ترتكب فيه الشركيات والبدع فلا تسوق الزيارة حينئذ إلا مع الإنكار سادسا النهي عن الغلو في مدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لقوله لا تطروني كما أطرت النصار بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراء هو المبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه إلى الكذب حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى عبادته من دون الله أو مع الله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه حتى لا نقع في مثل ما وقعت فيه النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية الأمر السابع النهي عن الغلو في الصالحين فإذا كان الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ممنوعا فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى والغلو في الصالحين يكون برفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله من الاستغاثة بهم في الشدائد والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم وذبح القرابين لأضرحتهم وطلب المدد منهم فكل هذا شرك لا يجوز هذه بعض الوسائل المفضية إلى الشرك فينبغي للمسلم أن يحضر من البقوع فيها وصلى الله وسلم على نبينا محمد